الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنه محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا إلى يوم الدينًا مبعد قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرسد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائلًا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم وقال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالًا يعرفونهم بسماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخل الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تعزنون هذا الباب ذكره المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أبواب العزلة وفضل العزلة عند الفتن وفضل الاختلاط لمن قدر على الاختلاط يعني بالناس وأمره بمعروف أنه على المنكر ذكر هذا الباب باب التواضع خفض الجناح ولعل مراد المصنف الله أعلم بذكره لهذا الباب بعد هذين البابين ومن أجل أن يبين رحمه الله تعالى كيف يتعامل المسلم في اختلاطه مع الناس وخاصة المؤمنين يتعامل معهم بخفض الجناح وبالتواضع واللين كما أمر الله سبحانه وتعالى فالمسلم مأمور بأن يتعامل مع إخوانه المؤمنين بالتواضع ولين الجانب وخفض الجناح كما أمر سبحانه وتعالى أمر من؟ أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتواضع بأن يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين قال سبحانه وتعالى واخفض جناحك للمؤمنين وفي الآية الأخرى قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين وخفض الجناح هو الواجب أن يكون بين المؤمنين وانظر في قوله سبحانه وتعالى اخفض جناحك دل على أن الذي يتكبر ويترفع يرى نفسه كالطائر يطير فوق الناس فالمسلم مأمور مهما ارتفع شأنه وعلت مكانته عند الناس أن يكون متواضعا لينا مع إخوانه المؤمنين فكل هذه المقامات وهذه الارتفاعات التي تكون في الدنيا مآلها الخسران إذا لم يستعملها العبد في طاعة الله سبحانه وتعالى فالذي أنعم عليك بما أنت عليه من مقام من شرف أو وجاهة أو نسب أو مال أو نحو هذه الأمور التي يترفع بها الناس ويعني يتفضلن بينهم إنما هي محض فضل الله عز وجل عليك فإن استعملت هذا الفضل في التكبر والزراء إخوانك المؤمنين فإنك استعملت النعمة في معصية الله عز وجل فبؤت بالخسران المبين نسأل الله السلامة والعافية فهنا أمر عظيم من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو المتواضع صلوات ربي وسلامه عليه يؤمر بأن يخفض جناحه للمؤمنين خفض جناحك للمؤمنين فنحن أيضا من باب أولى أن نكون كما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الله عز وجل لا تضره معصية العصين ولا تنفعه طاعة الطائعين هو الغني سبحانه وتعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد الله عز وجل لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة فلذلك من يرتد عن الدين فإنه لا يضر الله شيئا كما قال سبحانه وتعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في كفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله أن لا يجعلهم حظا في الآخرة فإذن من ارتد عن الدين فهو الخسران ومن تمسك بهذا الدين فهو الفائز والفوز العظيم والقيامة قال يا أيها الذين أمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ما يحبونه يعني مهما خرج من خرج عن هذا الدين فإن دين الله منصور دين الله منصور مهما اعترته من الفتن مهما اعترته من المعتركات مهما جاءته من الأمور التي تحزن المسلم فإن الإسلام باق ومنصور ولكن الشأن هل أنت من أنصار هذا الدين أم لا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فالشأن كل الشأن فيني أنا وأنت هل ننصر الدين أم لا أما الدين فهو منصور دين الله ما أنزله الله إلا من أجه أن يبقى سيبقى هذا الدين ما بقي الليل والنهار ولكن الشأن في أهل الإسلام هل يتمسكوا بهذا الدين أم يتفلتوا منه فإن تفلتوا فهم فهم أهل الخسران وإن تمسكوا فهم أهل الفوز والنجاح يوم القيامة وذلك قال سبحانه وتعالى من يرتد منكم عن دينه الدين ليس متوقفا عليك فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وهذه ميزة عظيمة الله عز وجل يحبهم وهم يحبون الله وقيل إن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر الصديق قومة عظيمة وقاتل المرتدين والمشركين حتى بقيت شوكة الإسلام فقيل أن هذه الآية تتناول أبو بكر الصديق رضي الله عنه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون وهي آية عامة في كل من اتصف بهذا الوصف أن يكون ممن يحبه الله ويحب الله ما هي صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين وهذا هو الشاهد لهذا الباب أذلة على المؤمنين ما معنى أذلة على المؤمنين؟ ليس معنى أذلة على المؤمنين يكونوا أذلة بمعنى الحقارة لا أذلة بمعنى أنهم متواضعون أنهم يلينون بأيدي إخوانهم كما قال سبحانه وتعالى في وصف الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم روح ماء بينهم قال محمد رسول الله والذين معاه واشداء على الكفار روح ماء بينهم فإذا من أعظم ما يمدح به المسلم أن يكون رحيما بإخوانه إخوانه المؤمنين أما الكافر فحقه الغلظة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم اليهود والنصارى في طريق فاضطروهم إلى أضيقه وقال صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا الأصل بين المؤمنين التراحم والتواد واللين والذل بمعنى التواضع وأما الكفار فالأصل في التعامل معهم الغلظة إلا إذا كانوا مستأمنين أو أهل ذمة فإنه لا يعتدى عليهم وإنما يعاملون بالحسنة للدعوة إذا أردت أن تعاملوا بالحسنة من أجل الدعوة وبيان الحق أما الأصل فإنه كما قال سبحانه وتعالى في هذه الليات أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ما يتكلم مع الكافر كلام الذليل كما هو اليوم عند كثير من الناس تجده مع الكافر تجده ذليلا ومع المؤمن عزيز يعني عكس هذه الآية أصلا تكون مع المؤمن ذليل يعني متواضع ومع الكافر عزيز لأنه معك عزة الإسلام الإسلام فوق الجميع أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهلون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلان ثم ذكر الآية قال يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم الله عز وجل خلق الخلق من ذكر وأنثى هذا هو الأصل وإلا فإنه خلق آدم صلوات ربي وسلامه عليه من طين وخلق آدم من ظهر آدم وخلق حوام من ظهر آدم وخلق عيسى من غير أب ولكن الأصل البشرية أنهم مخلقون من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إذن الله عز وجل جعنا شعوبا وقبائل ليس من أجل نتفاضل ولا من أجل يتكبر بعضنا على بعض وإن من أجل التعارف والتواصل والتراحم ومعرفة الأرحام إن أكرمكم عند الله يتقاكم هو الميزان الميزان التقوى وذلك بعض الناس عندما فهم فهما مغلوطا في مسألة الشعوب والقبائل ترفع على الشعوب الأخرى وترفع على من دونه من الناس وليس هذا هو المراد من النسب وليس هذا المراد من الجنس جنس الأقوام وإنما المراد أنه يتعارف الناس بعضهم مع بعض وأن يتواصلوا وأن يعني يصل رحمه لا من أجل أن يتفخر ذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرهم بالأباء الناس إما مؤمن تقي وإما فاجر شقي هؤلاء الناس إما مؤمن تقي وإما فاجر شقي أذهب الله عننا عبية الجاهلية وفخرها بأبائها وإنما الميزان هو التقوى إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم قال سبحانه وتعالى فلا تزكي أنفسكم وأعلم من التقى يعني لا تزكي نفسك بأعمالك الصالعة أو حتى بأعمالك الدنيوية فتترفع بها على إخوانك وإنما تكونوا لينا سهلا في أيديهم قال وقال تعالى ونادى أصحاب العراف رجالا يعرفونهم بسمهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تسكبرون هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تعزنون العراف هو موضع بين الجنة وبين النار وقد اختلف أهل التشير في معنى أهل العراف إلى أقوال كثيرة ولكن أرجعها والله أعلم هم قوم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فأوقفوا بين الجنة والنار على شرف يطل على الدارين على شرف يعني مكان مرتفع يطل على الدارين على الجنة وعلى النار فيرون أهل الجنة ويرون أهل النار فإذا رأوا أهل الجنة سألوا الله من فضله وإذا رأوا أهل النار تعوذوا بالله من عذابه فهم أهل العراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم وهم في هذا الموقف مستشرفون على أهل الجنة وعلى أهل النار يعرفون رجالاً بسماهم يعني بعلاماتهم من أهل الجنة ومن أهل النار فهنا في هذه الآية ونادى أصحاب العراف رجالاً يعرفونهم بسماهم يعني من أهل النار قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قال أهل العراف لأهل النار الذين عرفوهم ما أغنى عنكم جمعكم يعني في هذه الحياة الدنيا عندما كنتم أهل جاه وهها المنصب وهالرفعة ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون يعني ما استكبرتم به في هذه الحياة الدنيا هل نفعكم يوم القيامة ما نفعتهم ما نفعهم لمال ولا جاه ولا نسب لأن الميزان يوم القيامة على التقوة فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ما هو الميزان فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فأهل العراف يقولون لأهل النار ما أغنى عنكم جمعكم هل نفعكم الجاه؟ هل نفعكم المنصب؟ هل نفعتكم القبيلة؟ ما نفعتهم والصنف الثاني الذي تتكبرون عليهم من أهل الإيمان من المستضعفين أين مآلهم؟ مآلهم جنات النعيم ما أغنى عنكم جمعكم وكنتم تستكبرون؟ أهؤلاء الذين أقسمتم يعني أنتم أيها الكفار أهل النار أقسمتم على هؤلاء الضعفاء لا ينالهم الله برحمة لسبب أنهم ضعفاء ما هو الجواب لهؤلاء الذين استضعفتموهم واحتقرتموهم في الدنيا؟ أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تعزنون ضعفاء في الدنيا لكنهم في الآخرة منعمون وهؤلاء منعمون في الدنيا وفي الآخرة معذبون ولا يسوي نعيم الدنيا بنعيم الآخرة ولا عذاب الدنيا بعذاب الآخرة فإذا المدار كل المدار على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى وإذا عرف العبد هذه المسألة فإنه يعرف قدره فلا يترفع على عباد الله ولا يتكبر على عباد الله بل يكون كما أمر الله لينا هينا سهلا مع إخوانه المؤمنين ومن كان بهذه الصفة فإنم آله جنات النعيم نسأل الله من فضله هذا والله أعلم وأحكم صلى الله وسلم عن ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين